حدث عظيم في شهر رمضان وبداية تحول الإسلام من الهوان إلى القوة أول نصر ساحق للمسلمين على أهم القبائل العربية وأول معركة في الإسلام قامت بين الحب والباطل قصة بداية انتصارات المسلمين قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم والآن إلى أبار من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديز وقصة جديدة طبعاً كالعادة اللي لا مشترك في القناة يشتركوا في عجرسة التنبيهات والدين لا يكتب لي تحت كومنت شجعني نكمل تجانس قردز اكسم بالله أحبكم أحبكم كلكم يا وادها باسع على خد كل واحد فيكم بسم الله نبدأ القصة كلنا نعرف أنه أغلب قريش كذبوا برساطة رسول عليه الصلاة والسلام وقتلوا ناس من المسلمين واللي ما قتلوهم شردوهم من بيوتهم وأخذوا فلوسهم لكن هذا ما أنهى وجود الناس اللي اتبعوا الدين الجديد وخصوصاً بعد ما هاجرت مجموعة من الناس للحبشة عشان يحافظوا على دينهم ويبتعدوا عن أذية قريش بعدها قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه أنه يهاجر ليثرب اللي هي المدينة المنورة وطبعاً سبقوه ناس كثير من المهاجرين ولما وصلوا هناك كان استقبال أهل المدينة مرة مميز من الأوسو الخزرج اللي صار اسمه من الأنصار بعد هذه اللحظة هنا بعد ما عرفت قريش أنه ناس كثير هاجروا حاولت أنها تنهي المسلمين وتقتل الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص الرسل الكبير مين فيهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بس نقتله ومتى يبقى يقتلوه؟ يبقى يقتلوه قبل ما يهاجر المدينة زي باقي الصحابة فاتفقوا أنهم يخلوا شباب من أعلى القبائل اللي في مكة اتفقوا معهم أنهم يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يتفرق دمه بين القبائل فيصير صعب على بني هاشم اللي هم أهل الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يطالبوا بالثأر لدمهم لكن سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام دخول مفاجئ على دز هو كاعد صور ديجان وصقور دز ديجان وصقور دز أول حالة سبسكرايب لا تنسوا السبسكرايب والدعم الأسطوري اللي تدعمين يا والله يتخلق شكرا لكم واحد وواحد يعني قطع لا تنسوا كما تدعموني ترى اللي ما يعرفني أنا دحمان دحمان أخو دز الرامة تتلقوا تحت المقطع فلذلك يا عزيزتي وعزيزتي وعزيزتي جميعكم والله العظيم نالحبكم مكلكم تجين دز ويالنون المجانين يالنون الإسطوريون يالنون الاستريون لي أخبر رسالة وصلا مفعلين تكويك في الساعة عشان لما خلاص صور القول ديصان تعال خلاص هصور فاستغلى فرصة وسوق لنفسه يا ديحمان يا ديحمان رسالتك وصلت والتي جانس كوردز ما هي قصر معاك بس يععدت تخجفني خشفة تانية زي كده لو سماحت خرنا نسور ما باقي وقت بق Roman الساعة Capitol بسيحور ambates على كلام. وحصلوا لكم Periki' الراحة التoma من الفن لكن رسول عليه الصلاة والسلام قدر GSA يوصل م impulse رغم على طبيعت القريش ينعتفت الحجال ثم اتكلمت عن هذه الاشُداث في حلقة علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي بيشوفه بيحطلكم رابط المقطع تحت رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص بعد عنهم إلا أن القراشيين استمروا في التخطيط والكيد ضد المسلمين هنا راح عبد الله بن سلول اللي كان يستعد عشان يتولى ملك المدينة قبل ما يصل الرسول عليه الصلاة والسلام لأن قريش تبغى الانتقام لكرامتها بعد ما فشلت فوقف الإسلام ونجح المهاجرين في الهجرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما لقوه فأكيد أنه راح يوصل للمدينة وكان اليهود اللي في يثرب متذمرين أشد التذمر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وزعلانين لأنهم كانوا يبغوا أنه يكون الرسول منهم ممن العرب فكانوا يهددوا في الأوس والخزرج يعني كانوا اليهود يقولوا للأوس والخزرج إحنا نستنى يطلع فينا النبي المرسل وأول ما يطلع فينا حنحوسكم حوس لكن لما أرسلوا الله عز وجل من قريش انغبنوا وكفروا فيه رغم أنه كل أوصاف النبي وتفاصيل كثيرة عنه موجودة في كتبهم لكن في النهاية كذبوه وكفروا فيه ومصدقوه حسدوا غيره وكره فهذه الأجواء الخطيرة والمليانة بالأعداء مشي المسلمين بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يبنوا دولة جديدة على الأرض اللي أساسها الإسلام بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء إنه يستهدف القوة الاقتصادية لقريش وهي تجارتها وقوافلها اللي كانت تمر من عند طرق المدينة منورة وهي رايحة للشام ومن هنا جت معركة بدرة الكبرى اللي كانت في يوم 17 رمضان بعد ما وصلت أخبار عن قافلة تجارية كبيرة لقريش واللي كان يقودها أبو سفيان وفي رواية تقول إنها كانت ألف بعير مليانة بأنواع مشكلة من البضايع التجارية ويحرسها تقريبا أربعين شخص فقرر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يخرج لهذه القافلة ويسيطر عليها ويرد على قريش بشكل فعلي لأنهم أول أخذوا أموان المسلمين في مكة وأخذت كل اللي يملكوه حرفيا أما أبو سفيان من جهته ووصلته أخبار إنه المسلمين خرجوا عشان يعترضوا القافلة فأرسل يستنجد بقريش اللي شافت إنه هذه الفرصة المناسبة وجدت لامي عندها عشان ينهوا المسلمين كلهم فتحمسوا وقالوا لازم ما نضيع هذه الفرصة بعدها أرسلهم أبو سفيان قال لهم ترى أنا غيرت طريقة قافلة وانقث القافلة من محمد وأصحابه لكن أبو جهل قاعد ينكش في قريش ينكش في قريش عشان يقاتل المسلمين وإنه لازم يستغلوا هذا الفرصة اللي جتهم عشان ينتقوا من المسلمين وينهوهم للأبد ويفرضوا هيبة قريش على كل القبال العربية يعني عصفورين بحجر واحد فوافقوا عيان قريش فخارجت قريش وتقريبا كانوا ألف مقاتل عدد المسلمين بحسب الروايات كانت 314 شخص ولما تأكد الرسول إنه خلاص رح تكون في مواجهة حقيقية بينه وبين قريش شاور أصحاب وقالوا مش رأيكم فقال المهاجرين كلام قوي وانشهر الصحابي المقداد بن عمر بجملة قوية قالها كان فيها كمية ثبات وقوة إيمان قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون فهو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجأ لدنا معك من دونه حتى تبلغه لكن نبي الإسلام كان يبغي يعرف موقف الأنصار يبغي يعرف رأيهم قبل ما تبدأ المعركة مو عشان هم اللي احتووا هذا الدين الجديد وبس لا أنه البيعة اللي اتفقوا فيها الأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فيها شرط أنهم يقاتلوا معاه كانت تشمل على حمايته بس عشان كذا هم موموا الزمين بشيء خارج المدينة عشان كذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص أن يعرف موافقتهم فقال مرة ثانية أشيروا علي أيها الناس فقام الصحابي سعد بن معاذ هو كان شخص قياد بارز في صوف الأنصار فقام سعد وقال والله لك أنك تريدنا يا رسول الله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أجل فقال له سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فانضي بنا يا رسول الله لما أردت فهو الذي بعثك بالحق لو استعرفت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدو غدا وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله يوريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله كلام سعد بن معاذ تقشعر له الأبدان من بعد كلام سعد كان الرسول عليه الصلاة والسلام فرحان من كلام المهاجرين والأنصار فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين فمشي المسلمين وصلوا الأبيار حق بتر وكانت المسافة من المدينة لهذه الأبيار تقريبا 155 كيلومتر أما اللي بيجوا من مكة فيحتاجوا يمشوا أكثر من 300 كيلومتر جيش قريش وصل لنفس المنطقة الرسول عليه الصلاة والسلام صف المسلمين بصفوف ورتبهم وشجعهم على القتال وأنه أهم شيء يخلصوا من يل الله عز وجل وبدأ يدعو الله عز وجل أنه ينصرهم على أعداءهم وجاء بعض من رجال قريش يطلبوا أحد يبارزهم لأنه هذه كانت عادة في المعارك زمان يجي الجيشين يصطفوا الجيشين يتقابلوا يخرج من هنا فرسان يقولوا من يقاتلنا ومن يكون ندنا فيخرج عدد مكافئ لهذا العدد اللي خرج فيتبارزهم قبل المعركة كم من قريش ثلاث أخوان من عائلة وحدة اللي هم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة مشهور في القريش بحكمته وذكاه وكم من اللي رفضوا القتال ضد الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما خلاص صارت القافلة بالسلام وقدر يهرب أبو سفيان لكن إصرار ورغبة أبو جهل في القتال خلته يضطر يروح معهم فخرج مجموعة من الأنصار عشان يبارزوهم لكن القراشين إيش قالوا؟ قالوا نبغى مقاتلين من المهاجرين اللي كانوا في مكة يعني ما يقاتلونا إلا يكونوا ند لنا فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وطلب منهم إنهم يخرجوا ويبارزوا هذا الثلاثة أخرجوا إلينا شجعانكم من أنتم؟ يا محمد أخرج إلينا نظراء أنا من قومنا أخي شايبة وورد الوريد وأنا عبيدة وأنا وعلي لما بدأ يتبارزوا قدروا يقتلوا قيادات قريش اللي تحدوهم وهنا ارتفعت معنويات جيش المسلمين بقوة لكن في صفوف قريش حسوا بالإحباط والخذلان لأن البداية كانت سيئة بالنسبة لهم لأن ثلاثة منهم من قتلوا يلد المسلمين واعتبروا من فرسانهم إلا وشوية تبدأ المعركة ويتحاربوا وكانت خطة قريش في القتال الكر والفر يعني يخلوا كل المقاتلين يهجموا مرة وحدة الفرسان واللي معهم سيوف واللي معهم رماح كل المقاتلين يهجموا بالأسلحة مرة وحدة وإذا شافوا عدوهم صامل وقوي فروا يعني يرجعوا عشان يعيدوا تنظيم جيشهم وبعدها يرجعوا مرة ثانية يكملوا القتال ويستمروا على هذه الطريقة إلى أن ينتصروا أو ينهزموا أما المسلمين أسلوبهم كان مختلف تماما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتبهم على شكل الصفوف زي ما قلنا عددهم ثلاثمية وربعة عشر مقاتل قريش عددها أكثر من ألف مقاتل الرسول رتبهم على شكل الصفوف زي ما قلنا الصفوف اللي أول شيء تقاتل بالرماح عشان تواجه فرسان لعدو الصفوف الباقية ترمي عليهم السهام ولازم كل صف يبقى في مكانه عشان يقل لعدد قريش وبعدها يبدأوا يهاجموهم وبكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أتبع أسلوب جديد يصلح للدفاع والهجوم في نفس الوقت بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنصر وبالدعم الإلهي المباشر فأرسل لهم الله عز وجل الدعم بأعداد كثيرة من الملائكة مو ملك واحد ولا اثنين لا أعداد كثيرة أصل لو كان ملك واحد كان يكفي لكن هذه إرادة الله وهذه بشارة للمسلمين تشجعهم يقول الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم أنتهت المعركة وانقتل سبعين شخص من قريش وبينهم شخصيات كبيرة من أسيادهم وأولهم أبو جهل عمرو بن هشام وأمي بن خلف وعتب بن ربيعة وأسر المسلمين أسر من قريش تقريبا سبعين شخص طبعا الأسرة بعضهم فكوهم بفدية مالية وبعضهم فكوهم بدون فدية لكن بشرط أنهم يعلموا المسلمين قراءة والكتابة كمان صدر عفو عن أسرة من قريش كانوا فقراءة وما عندهم شي يفدوا نفسهم فيه أما باقي جيش قريش أتشتت وهرب ورجعوا هما يجروا هزيمتهم وراهم وكم من نتاج هذه المعركة أنه صار المسلمين لهم مكانتهم وقوتهم في شبه الجزيرة العربية بعدما كانوا في عيون أعداؤهم مجرد مجموعة من الناس المجانين وما لهم لا قوة ولا ظهر ممكن أن قريش تنهيهم بأي لحظة لكن اللي صار العكس قريش انصدمت هيبتها راحت فيها بعدما كانت تتكبر على باقي القبال أنه إحنا أقوى قبيلة وإحنا القبيلة المهايطية اللي ما في زينا وإحنا المقاتلين والفرسان وإحنا اللي عندنا البيت العتيق والقوة والنفوذ وكل أسباب السيطرة فكانت هزيمة بشعة وانقتلوا ناس مهمين منهم على يد جيش عددهم 314 جندي حتى القوافل التجارية قراشية صارت تخاف بعد هذه الغزوة أنهم يمروا من نفس الطريق أو من أي طريق جنب المدينة صارت القوافل القراشية تمشي بخط طويل وتمشي في طرق ما تعرفها عشان تبعد عن المدينة منورة أما الأعراب اللي جنب المدينة أزعجهم أهرجة القوة الجديدة اللي أعلنت عن نفسها بكل وضوح وقالت اهو إحنا هنا المسلمين لما انتصروا على الأقوى قوة عربية في المنطقة اللي هي قريش فقرروا أنهم يجتموا عشان ينهوها بعد سبع أيام من معركة بدر فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف وجمع المسلمين وخرج لبني سليم اللي حطوا رجله مشرده لجبال أول ما شافوا المسلمين وما تجرؤوا أنهم يواجههم أصلا النصر القوة اللي تحقق في بدر خلى طائفة جديدة في المدينة المنورة تطلع وهذه الطائفة اللي نعرفت في التاريخ بالمنافقين أنه هذون اضطروا أنهم يدخل الإسلام تمثيل وخوف بعدما كانوا ألد أعداء المسلمين في البداية وكما من نتائج غزوة بدر أن المسلمين سيطروا على شمال مكة ومنطقة الساحل والمدينة المنورة وهذا اللي قطع أمل قريش أنه تستمر تجارتها مع الشام فبدأت تفكر بجولة جديدة للحرب وصح أنهم ضربوا ضربة قوية للمسلمين في معركة أحد بعدما خالف كم واحد من الرماء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يبقوا بأماكنهم وما ينزلوا من جبل الرماء ومع هذا قريش منبسطت أبدا باللي حققته لأنه بسرعة تجمعوا المسلمين من جديد وكملوا طريقهم اللي انتهى بفتح مكة في يوم عشرين من شهر رمضان سنة تمانية للهجرة ودحان بما أننا نحن في رمضان والكل قاعد بيختم القرآن فلما توصل لسورة الأنفال ترى هذه هي السورة اللي تكلمت عن غزوة بدر وكمان سورة آل عمران تكلمت عن غزوة بدر لكن بشكل بسيط فالآن إن شاء الله لما تقروا سورة الأنفال بتكونوا فهمينها أكثر أنكم عرفتوا قصة غزوة بدر وبكذا انتصر المسلمين في معركة بدر اللي هي يوم الفرقان وبكذا انتهى ما انقصتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرسة تنبيهات وأهم شي صلي على حبيب قلبك طيب وفماني الله ورابط قناة ديحمان تحت صندوق الوصف نشوفكم على الخير اشتركوا في القناة